السلام عليكم مشاهدينا الكرام في إطار تتبعنا لأخبار حول عملية اختفاء أو اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود بعد قبل اللحظات خرج عبدالثمار الصحفي الاستقصائي الجزائري وقال بأن الدرك الباني اعتر على هشام عبود حي وكي أكد بأنه ما عندوش بزافة الأخبار ولكن اللي عارفوه على أنه هشام عبود تعرض لعملية اختطاف في إسبانيا وأنه تعرض للتعسف وتعرض للتعديم والآن را كي يخضع العلاج الضروري لأنه دازم نحنة كبيرة في هد يومين وفي هد ثلثيام وكي يخضع العناية المركزة وحتى الساعة ما زال ما مدلش هشام عبود تشتريح أو ما عرفنش كيف يجعل الحالة الصحية والحالة البدنية والحالة الجسدية والحالة العقلية إضافة إلى أنه كي يقول بأنه كينين الناس اللي تعتقلوا ربما جوج من الربعة تم اعتقالي لهم والآن يعني كي يخضعوا للتحقيق وهذا كي تذكرني بتصريح اللي داره محامي هشام عبود للأستاذ دليل سقلي ملاعب الجليل اللي دارها الميديا كان كيتحفظ في أو في كشف على بعض الأمور كي يقول بأن التحقيق جاري وأن هشام عبود تم اختطافه في إسبانيا وكي يقول بأنه كان تسبق له التخطط في فراسة وما كانش مهمش ممكن لها أنه يكشف على مجموعة من حقائق لأنه المحامي لا يسمحوا له بذلك خاصة أن التحقيق يخض بزراء بمعنى أنه الآن كل شيء مكتم وبالفعل على أن هذه القضية ترد اهتمام كبير والناس تتبعها خاصة أنه معارض جزائري يكشف على عدة أمور في الجزائر ويعارض النظام الجزائري ويفضح ما يجري في الجزائر سواء من الناحية السياسية من الناحية الحقوقية من الناحية الاجتماعية من عدة نواحي وهشام عبود هو ضمن مجموعة من المعارضين المتواجدين خارج الوطن والتي تسعى السلطات الجزائرية لأنها تجيبهم للجزائر سواء من خلال الاعتقال ولكن ظهر لأنه مصطرة الاعتقال جتهم صعبة لأنه هم لاجئين في دول أوروبية والدول الأوروبية أخرى سواء من ناحية الخطف أو من ناحية الاغتيال أو شيء من هذا القبيل معنى أنه يرجعون للواحد السنين اللي أعتقدنا على أنه تخلصنا منها أو على الأقل تخلصوا منها الجزائريين فالشي اللي يقع اليوم أنه نهار الخميس اختفى هشام عبود في إسبانيا هو مقيم في فرنسا ومشى يعني يركب من البلجيكا وتوجه لإسبانيا لبرسلونة ونزل في برسلونة ونزلوا في المطار تصل بالزوجة دياله يخبرها أنه وصل بالسلامة وأنه في إسبانيا مورها انقطعت الأخبار والمعارض الجزائري أنور مريكي قل بأنه هشام عبود عنده ربعاء ديال الهواتف وغالبا ما كي يعني ما كيتفهمش يعني حتى إلا كانت فهوحد لأخر كيكون موجود حتى لا تسخلش واحد لأخر كيكون موجود بمعنى أنه التواصل معه يعني دائما كيكون موجود فمدم أنه ربعات الهواتف كلها مطفية وما غير شغالة ما كي يجاوبش وما كيتتواصلش لا سواء الملائلة دياله أو لما أصدقاء إذن كان شي حاجة مكروه صرت له وطبعا كانت الفراضيات على أنه ربما وقعت له شي حاجة يعني مرض أو تعرض شي حادثة يعني المسائل يعني للمنطقية فكان الاتصال بجميع الفيهات المعنية والمسؤولة وكل شي كأكد أن تشوى واحد ما عارف فين كين لا سواء لم الشرطة لا من المؤسسات الصحية أو ما شابه ذلك فإنه ما غير موجود هذا الاسم نهائيا فهلا فقط كانت قوة الفراضية فراضية ديال أنه هشام عبود تعرض الاختطاف والاتهام ولا أصابع الاتهام كلها توجهت للمخابرات الجزائرية وجنرارات الجزائر لمؤخرا ليس مؤخرا هذا ليس حال هو كنت تكلم عن جزائر ولكن مؤخرا وحد المنسوب ديال الانتقادات تتوجه لأحد الجهات معينة في الجزائر وكانت قول بأنه كنت تعرض للتهديد وأنه إذا تعرض إلى وقعته شي حاجة فمخابرات الجزائرية أو جنرارات الجزائرية هما المسؤولين وبالتالي أنه توجهت أصابع الاتهام وهنا من بعد الاختطاف وللاختفاء دياله هذا المدى تأكد بأنه تختطف لقد سؤال يتطرح واش غادي ظهر في الجزائر إذا ظهر في الجزائر كيفاش غادي الجزائر يتبرر الظهور دياله في الجزائر يعني واش كان تعاون مع الشرطة الإسبانية لينقرأت وجود دياله واش كانت تعاون قضائي واش واحد تخرجه خارج البلاد بمعنى أن الشرطة كله غادي أكد بأن الجزائر ذات عملية في إسبانيا وأنها تعدات على السيادة الجزائرية سؤال تاني واش غادي لقوه جوة هامدة بما أن الاخرين غادي يتخلصوا منه واش ما غادي يظهر نهائيا غادي يدفنوه أو أنه لحوه في البحر أو مالش حاجة بحالة شكل هذا إذن كانت تساؤلات كثيرة والفرضيات مشات كاملة في هذا الاتجاه ديال المجال المظلم حتى اليوم خرج عبدو الصمار وانا كنتم تبع الأخبار كنتم تبع نشوف شنو ش جديد من عند أصدقاء دياله خاصة المعارضين أنور مالك ووليد كبير فما كانت تشعج وكانت قدرك شوية قلقنا عبدو بأنه راه تم العطور على المعارض الجزائري هشام عبود وراه حي ولكن تعرض يعني لتعسوف أو اعتداء أو أمور للتعديد مثلا بصفة عامة وراه موجود يعني تحت العلاية يعني لابد نتعالج ومعرف فيش الحالة له ومعنده كيف كيف عنده صوار ومعنده وما كانت حتى شي حاجة يعني لكي تأكد بالفعل هذوك هما المتهمين أو أنه يعني كانت بقى غير اتهامات وكانت بقى غير شكوك ما كان شي حاجة لم تأكد أو هاد الناس اللي اعتقلوه وشكون هما واش عندهم علاقة بالمقابرة الجزائرية واش عندهم علاقة بالمافيا واش عندهم علاقة بش علاقات شخصية يعني أنه التحقيق هو اللي غدي بين هالشيادة وطبعا الأمور يعني مدام أنها في يد الشرطة الإسبانية والقضاء الإسباني غدي تتكتر الحقيقة لو كانت موجودة عند الجنراتي الزائر أو تحقيق الجنراتي الزائر فربما سنشكون ونقولوا بأنهم غدي فبركون مسائل أو أن ووجه الأمور لإتجاه آخر ولكن مدام الأمور أنها في إسبانيا وصدت في إسبانيا وتحت القضاء الإسباني اللي نحس لم يكن شكاية طبعا هنا كان إجراءات ولكن ستبان الحقيقة ونقولوا الحمد لله على سلامته على أنه راحي ونتمنوا أنه يسترجع الصحة والعافية والأكيد أننا سنسمع من عنده مجموعة هذه الأمور التي سيحكي هن في هذه اللقطة التي اختفى فيه والتي اتعرض فيه للاختطاف شكرا لأنتبه بكم والسلام عليكم وعليكم رحمة الله وبركاته